I'm invisible أنا طبعاً أئمة من النومي بالحجاب ويالله فكرة ميكا مرحباً مرحباً في القناة الفيشونيستا سيدي معاكم قبل ما نبدأ الفيديو لا تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب الفيشونيستا أخليكم في المنزل وعملينا مع الكورونا رمضان كريم اليوم سنقوم بتحدي المكشت هذا التحدي في تيك توك أنا متأخراً على التريند لكن أهم شيء نحن نتعلم كيف نقوم بتحديد المكشت وكيف نقوم بتحديد وهتعلم اليوم كيف نقوم بتحديد جرح في المنخير فهذا سيكون مثل ميكاوب سينمائي تيك توك فاي سيكون جميل وهذا ما سنقوم بتحديده ويالله نبدأ في الفيديو أول حاجة نبدأ ترتيب الوش ترتيب الوش مهم يعني إحنا في رمضان وإحنا قريدي إيه؟ الجسم مش بياخد مياه كتيرة لشأن أنا بشوش مياه كتيرة فالترتيب مهم فدي أول حاجة نعملها ونرطب الوش هسرح حواجبي بالمسكرة بتاعت الحواجب من نكس أه مش لازم بس نسرحها أو نرسمك لو حاجة بيكم محتاجين أنها تترسم احط رموش فما ننساش نقص الرموش الاول اللي مالس جديدة انا شاكلي عمل زي الساحرة الشريرة حالان فهناعمل لك من غير رموش نبدأ من اول جديد ولا اكيدنا اي حاجة حصلت هنحط تاني طبعا في جلو على رموشي طبيعي جدا الرموش التحتنادي عايزين بوضعه على الاخر بالمسكرة ميكا بالنا احنا عمله النهاردة لو عندك هلات سودا عادي جدا لو بتعاني من القرق عادي جدا ده هيهوب اللوك جامل جدا لو ما عندي كيش هلات سودا هنحط هلات سودا انا عندي هنحط ازيادة سوى نحن نجيب الفورشة بسرعة اللي احنا هنعمله هنعمل هلات سودا تحت عيننا فهنعمل كده باي اي شادو بوني اسود اي حاجة بنفسجي مضروبة أصلا بوكسين على وشك عادي جدا هنعمل عشان احنا كيوت فهنعمل اي لانر مش لازم يكون perfect اي شادو اسود في النهاية تحت عيني بعد انا اسحابها لتحت اصلا عيضتي الاي لينر وعيضتي المسكرة وعيضتي كل حاجة في حياتك وعطيت عياتي كده من الضرب فايس بحيس انه يفتح عينينا بس في نفس الوقت احنا ايه مضروبيني ده وقت حبيب في جناسته انا اخد بريك رح هصور تيك توك مش هتابعيني على تيك توك اسبلكوا اللينك بتاع في الديسكريبشون بوكس رح هشوف واجهة حبيب في جناسته بعد البريك بتاع التيك توك بس حطيت اي شادو موف على شفايفي لبستيك احمر هنحطه كده بعدين بصبعكو على داع حاجة هنحط عليها اي شادو ايه موف جي عند الفون بورت واللي هو الايه القطع اللي هنعملها في المنخير عجنت الميكوب السينمائي انا عملت فيديو بشرح فيه ازاي نعمل عجنت ميكوب السينمائي ولوشفتمش الفيديو هسيبليكو الليك في الديسكريبشنا بوكس بطه هخد العجينه بالمعلقة بعدين حطاها بصبع اصبع نبدأ اي%, اتفردها بالااااااااااااا اي ضهر اي حاجة مسطحة عندك ممكن تفدي بيها العجينة انا هستخدم المعلقة دي شايفين معي انا بعمل ازاي كده ومبتقلش على المعلقة قوي عشان ايه العجينة هتبص ايه بصوا ممكن تعملوك جرح باي حاجة ممكن بعودة اسنان بس خلي بالكو ممكن تعملوه بمعلقة بس انا حاس انه هي بعريض قوي انا بقطع الجرح بجيب بنسة اي بنسة صغيرة عندكو كده بعدين بافرد البنسة نفسها تمام بعد ما نفرد البنسة باستخدم التب بتاع البنسة نفسها وايه واعمل الجرح بتاعي شايفين عمل ازاي هنبدأ بقى مفتحه شوية كده بالبنسة تمام اتكون مكدومة مادام انت خبطت مناخيرك فكده هتكون مكدومة وده لون موف غامع كنا مكدومة اجين شايفين الجرح عمل ازاي هو ده الشكل انا عايزينه هنجيب دلوقتي اي بلاشة عندك مش مشي بينج اي لون حطه بنفس الفرشة كده الفرشة قريدي عليها اي شادو في الموضوع هاي ساعد يعني بس نلون الجرح عشان يبقى لونو شوية زي الجلد اتفتحت كده هحط جوه بقى اي شادو موف غامع بعد ما حطينا اي شادو موف غامع ممكن تحطوا لبستيك او ممكن تحطوا فيك بواد اللي يعجبكم وبرضو طريقة عامل الفيك بواد هسيبلكوا اللينك في الدسكريبشن بوكس انا عاملة طريقة وصفة للفيك بواد ممكن تعملها في البيت لحد ما وصل للشكل اللي انا حسانه كده باين ان هي قطعة ساعتها اوقع كده مات في كل مكان قصدي بس في نفس الوقت انت هتكوني كيوت حط شوية التب في النوز بتاعنا نعمل شوية كونتور احنا فشونيسطة فا هنحط هاي لايتر بكوز وينات يعني حتى احنا لف ميكشات ولا اي حاجة ولا حدا ابرض علينا شوية هم حاجة نكون بنلمع اخر حاجة حطناها هي الهايلايتر وهو ده اللوك بتاع الميكشات بتاعي انتو لو عايزين تحطوا فيك بلط هيكون رائع بس طيب انا عزاكوا بس شوفوا الجرح شكل عامل ازاي وبس كده حبيبا فشونيسطة هو ده الميكشات شالنج ودي بطريقة الفشونيسطة وده الجرح اللي انا عملته طبعا الجرح ده مش لازم يكون في المنخين ممكن تعملوه في الوش ممكن تعملوه في اليد ممكن تعملوه بابداع ابداعوا العجينة سهلة كل حاجة ممكن تلاقوها في البيت احنا كورونا كل حاجة ممكن تعملوها في البيت انتبو يبقوا مقبض اطبعو في المنخين عام الوش ممكن تعملوه لايك وشير وسبسكرايب اروي اه رائعوا في الفيديو او اه رائعوا في اللوك في الكمنت سكشن تدعموه باشونيستة او اطبعوني على الانستغرام او التكتوك او الاية او احتفا فشونيسطة بس حبيباشونيستة كده خلاص الفيديو باي اشتركوا في القناة